السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد وموقع مفيد وموقع من موقع الذكاء الاصطناعي موقع النهاردة هو فيدو الموقع ده في ايه الموقع ده في ادوات كتيرة جدا بالذكاء الاصطناعي حنشوفها مع بعض دلوقتي وهي ادوات مجانية ايه الادوات الموجودة عندي لو دخلت على موقع فيدو.com حرجعتني اقولك فيدو.com علشان الناس اللي هي بتقولي انت مش بتحطي الرابط في الوصف انا بعتذر بشدة عن وضع الرابط الخاص بالموقع في الوصف اسفل الفيديو لان ده بيدر القناة ممكن احط روابط خاصة بلينك فيسبوك ممكن احط روابط خاصة بلينك الانستجرام التيك توك الفيديوهات بتاعتي ولكن اللينكات الخاصة بالمواقع في بعض الاحيان بتضر بالقناة فانا دلوقتي بقولك على اسم الموقع الموقع هو فيدو.com وزي ما انت شايف كده اثناء الشرح بيظهر اسم الموقع عندك فالموضوع بالنسبة لك هيكون بسيط ان شاء الله باذن الله مش هتلاقي فيه مشكلة نرجع مرة تانية للادوات الموجودة عندي لو انا رحت ليه التولز هلاقي عندي ادوات كتيرة جدا عندي الـ AI Promit Generator وعندي الـ Business Idea Generator الاولان AI Promit Generator بيديك الامر اللي ممكن تستخدمه على المواقع توليد الصور بالذكاء الاصطناعي مثلا على سبيل المثال بيستخدام Simple Description تقوله انا يعني تكتف كده 3 ا4 كلمات وهو يديك الوصف الدقيق اللي تقدر انا كده تستخدمه فيه كمان عندي Business Idea Generator حاجات لها علاقة بالـ Business يعني مش محتاجين نبص عليها او لو انت حاب تبص عليها ممكن تروح تبص عليها فيه عندك الـ سلوجان Generator الشعار الـ Startup Cost Calculator دي حاجات لها علاقة بالـ Cost ما نجدعو بيها النهاردة الـ ChatGPT Promit Generator وهنا الاوامر اللي انت ممكن تستخدمها في ChatGPT عشان تطلع لك النتيجة الصحيحة او الدقيقة وحنشوف الموضوع ده دلوقتي مع بعض بشكل عملي فيه كمان عندي الميتجيرني Promit Generator بالنسبة للميتجيرني تطلع اوامر كويسة جدا للميتجيرني Stable Diffusion Promit Generator الموديل الخاص بـ Stable Diffusion في توليد الصور من النص ممكن يفيدك ايضا وغز اسمه ليفيتر بيتشتر وده له علاقة بالـ Business لو انت عندك Business وليك تارجيت معين وعايز تحقق حاجة معينة بيديك يعني ايه اللي انت ممكن تعمله مش هتكلم برضو عن الجزء ده هركز اكتر عن الحاجات اللي احنا مهتمين بيها في القناة بتاعتنا ولكن برضو كنت لازم اقولك كل الادوات اللي موجودة فيه شكلها عامل ازاي هروح لشات جي بي تي Promit Generator هلاقي كمان عندي هنا الميتجيرني Promit Generator والـ Stable Diffusion تعالوا كده لشات جي بي تي بيقولني اديني الامر اللي انت عايزه هنا اعطيك مثال مثلا Convert Spanish into Japanese استخدم ازاي؟ انا هنا هقول له Convert the Paragraph in English to Academic English Paragraph يعني ايه الكلام ده؟ نفترض ان انا كتبة كده قطعة بالإنجليش ولكن انا حاسة ان انا كتبها كده بشكل يعني ايه مش فورمال عايزة احولها لأكاديميك حاجة اكاديميك بيتفيد قوي الناس اللي بتكتب مثلا paper اكاديمية او اوراق بحسية انا هنا بقول له اديني الامر الصحيح اللي انا هدخله انت هتكتب له البراجراف وهتقول له Convert the Paragraph into English هو بالإنجليش وانت حوله الأكاديميك English Paragraph على فكرة ممكن تقول له in Arabic وحوله الأكاديميك English Paragraph مفيش مشكلة بعد كده هقول له Generate هو بس في نقطة هنا حبيت ان انا اقولها انا بحب اقول المميزات وحب اقول العيوب العيوب اللي لقيته ان انا لما باجي اعمل قصة امره ورا بعض بيقول لي لأ انت استنفذتي العدد المسموح لك به يعني في خلال الوقت ده ارجعي بعد 20 دقيقة فارجع بعد 20 دقيقة واستخدم الموقع عادي جدا 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 فبرضو دي حاجة انا حبيت ان اقولها هنا بالنسبة لي الامر Please convert the following paragraph in academic English وابتدي احط الparagraph بتاعي يعني بالمنظر ده نقطتين فوق بعض وتفتح كده يعني in between quotations بالمنظر ده وتحط الparagraph بتاعك تعمل copy all وحتشيل اللي ما بين القصين دول وتحط الparagraph بتاعك وتحطه في شات جي بي تي نجربه بشكل عملي هاخده كده copy وهروح على شات جي بي تي برضو من ضمن العيوب ساعات copy all مش بتشتغل معي قوي فبضطر ان انا اعلم عليه وعمل control v وcontrol v او paste وابتدي ان انا اعمل send كده هيبتدي يديني الparagraph في academic formal بالشكل ده طبعا باين الاختلاف لو انت قريت هيباني جدا معاك الاختلاف او الطريقة تعالوا كده نشوف حاجة تانية برضو من الحاجات اللي هي مثلا لو انت بتستخدم الموديل ده علشان يعملك صورة فهنا مثلا ممكن تقوله مثلا ايه business man is sitting at his office واقوله generate اديني وصف اه لي او امر استخدمه مثلا على stable diffusion بالمنظر ده هنا بيديني الparagraph وبيديني negative وممكن على فكرة اروح للليوناردو عادي جدا اهو اروح لليوناردو ai ابتدي اروح ااخد البرامت بتاعي الامر اهو copy واروح للامج جينيريشن احط كده مكان الامر واروح افتح النيجاتيف او الامر السلبي يعني النيجاتيف اقرر في الموديل stable diffusion موديل موجود في ليوناردو ai وهعمل generate وليوناردو ai فور فري بيك مية وخمسين كوينز بردي تعالوا كده نشوف النتيجة مع بعض هتكون عاملة اللي احنا عملناها بـ stable diffusion ما عجبتكش ممكن انك انت تروح انا شخصيا ممكن استخدم الامر ده مع الـ dream shaper مثلا لو ما عجبنيش stable diffusion في ليوناردو ai انا شايف النتيجة هنا ادق وافضل واحسن وزي ما احنا مش شايفين التفاصيل افضل تعالوا نشوف في الريالتي هروح عبردو في الريالتي اجربها معاكم absolute reality واعمل generate ومن افضل الحاجات الموجودة انا عندي 3d animation والدريم shaper والابسلوت ريالتي الموجودة في ليوناردو ai فمن الشرط يكون الامر يمشي بس مع الـ stable diffusion ده ممكن يكون افضل كمان في موديلز تانية انا كمان شايف ان ده افضل بالمنظر ده تفاصيل احسن وافضل زي ما احنا شايفين فاذا ممكن انك انت تستخدم فيدو في عمل او الحصول على امر علشان تعمل generate the image بتفاصيلها كويسة والجودة بتاعتها ايضا كويسة نيجي مرة تانية كده نروح للتولز التانية الموجودة عندي ايه تاني موجودة عندي موجودة عندي الـ slogan generator وتعالوا كده نبص بصة سريع على الـ slogan generator الـ slogan generator انت بتدخله الـ name هنا هنا مثلا هدخله الـ business اسمه ايه هنفطارد مثلا الـ business اسمه info tick for you بيقولي هي عبارة عن ايه هقوله يوتيوب channel وما انساش ان انا اقوله education educational youtube channel بتعمل ايه اوكي introduce videos in the field of IT مثلا وقوله generate هنا المفروض يديني الشعار او الـ slogan اللي انا استخدمه عايزة بقى احطه في بايو وعايزة احطه في وصف القناة اللي انا عايزاه هنا اعطاني كده slogan your getaway to IT learning powering your tech journey with knowledge دي حلوة قوي ممكن اخدها وحطها في البيو اوكي اعطيك بقى كمان ايه اختيارات كتيرة جدا 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 نجرب كده حاجة مع بعض هكتب info tech تاني for you وحبتازي اقوله قناة يوتيوب تعليمية او قناة تعليمية على اليوتيوب فيديوهات تعليمية في تكنولوجيا المعلومات نشوف مع بعض كده بالعربي نشوف كده مع بعض بالعربي هيديني برضو بالانجلش يعني هي دي بقى ايه النقطة ان هو يعني حتى الان بيدعم اللغة الانجليزية ولكن انا شايفة ان هو ممتاز في الحتة الخاصة بالاوامر وشات جي بي تي من وجهة نظر لان طبعا انا ممكن انا احط الامر بالانجلش واستخدم الارغراف بالعربي وكمان الاوامر الخاصة بتوليد الثور مثلا زي ما احنا شفنا مع بعض بالزكاء الاصطناعي اتمنى تكونوا استفدتم من موقع النهاردة موقع فيدو.com اشوفكم في فيديو قادم بازن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد زي بقولكم في نهاية كل فيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والكومنت ده بشجعنا ان احنا نستمر في تقديم كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد بشكر جدا دعم الناس بجد والتعليقات اللي فعلا مشجعة ومحفزة بشكركم جميعا متابعيني الاعزاء والناس اللي بشوفنا الاول مرة يا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى